المسافة بين الدور السابع والثامن كانت تتجاوز العشر سنان من مقودة مبادئة المسافة كانت استراتيجية للبحث العلمي في الدور السابع والاستراتيجية أخرى في الدور الثامن وكأننا نتكلم عن بلدين مش بلد واحد فكانت الخطوة الأولى الميرج حصل الحمد لله لقاءات عديدة مالبوعة متميزة جدا من قيادات ومن صوارين وطبع اشتغلوا مع بعض بشكل محترم جدا دكتور محمود صهاري، دكتور عشام شعلان عديد من الجامعات المصرية دكتور عصامة دكتور ياسد مجموعة كبيرة ساموا من حدد أو جامعات حكومية وجامعات ويعتبر المسح تنوار تعامل المشتراح حيث تم عصره ببكور تعامل بين كل من أجادلات المهتران والدكتورجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 موسيقى